بمعنى احنا كلمنا عن معلول هنتكلم على نادي الاهلي هنتكلم على بيرمتز هنتكلم على مودرن فيتشر وكمان طبعا هنتكلم على زمالك وحصوصهم في البطلات الافريقية طيب انا عندي عندي اتنين بوينت كده من كلام الدكتور اولا انا انا حابب فكرة ان انتو بتاخدوا على بعض او صديقي اصلا اه انا عملين مباشرة مبدايا قصة دقة العرضيات او تمايز زيزوف العرضيات ده موضوع لقلق بالتأسيس دايما هتقعد تقولي التأسيس 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 احنا عندنا مشكلة في مصر شوية اه في موضوع التأسيس احنا لأسف كل البلاد في افريقيا تقريبا والبلاد العربية كمان خدت خطوات مهمة جدا في موضوع تأسيس اللعيبة من صغروم على الحاجات دي كلها زيزوف كان موجود في اكاديمية هي تقريبا يعني كان مدير الاكاديمية ده واحد اسمه جام مار جيو ده واحد من الاسادزة المتخصين جدا في تأسيس الناشئين فرنسي فرنسي اه الراجل ده طبعا كان بيتعامل مع اكاديمات كتير في افريقيا منهم اسيك ميموزا وفي النهاية كان في مصر كان موجود مع ودي دجلة تقريبا قاضي ثلاث سنين كانوا بتمرونوا حافيين اللعيبة اللي كانوا موجودين في جي ام جي الليها جام مار جيو كانوا بتمرونوا حافيين البول كنترول كل التمرينات حتى التأسيمات كلها كانوا اللعيبة بلعبوا متشاط قدام لعيبة بلعبوا بجزم وهم على العكس تماما كانوا بلعبوا حافيين ليه بقى هو الراجل وجد نظروا ان التمرين حافي الفترة دي كلها كانت بتساعد اللعيبة ان هما البول كنترول بتاعهم بيحسسوا باللعيب بالقرة يبقى افضل حاجة وده ساعدهم كلهم ان هما لا في سن كان لا وتقريبا من سن 12 لحد 15 سنة قاعدوا في المعلومة اه من 12 لسن 15 سنة وزيدوا على فكرة اتكلم في النقطة دي في انترفيو في احدى القناة المصرياني الراجل كمان وجد نظره ان ده بيزيد احساس اللعيب بالقرة وفعلا طلع عزيزو وكريم حافظ من الناس المميزين جدا في رسال العرضيات بشكل دقيق فده نقطة مهمة جدا احنا مفروض نبدأ لازم نبدأ انهتم بالنقاط دي في افريقيا على فكرة فرية صهار الغيني اللي كانت بتلعبت زمالك النهاردة هي في الاصل اكاديمية والاكاديميات دي بقت منتشرة في افريقيا بشكل رهيب جدا وهناك البلاد في افريقيا بدأت تسمح لهم وبدأت تديهم المساحات ان هم يكونوا موجودين اندية ويلعبوا في الدوريات لحد ما هم وصلوا بيلعبوا في البطولات الافريقية مش بس صور الغيني جينيرسي ينفوت الاكاديمية اللي طلع منها ساديو ماني وخليدو كولوبالي واسماعيل يصار ولعبه كتير جدا من نجوم منتخب السنغال اللي هو واحد من افضل اجيال اللي مرت على السنغال في تاريخها الاندية دي الهدف والتارجة الاساسي بتاعها ان هم يأسسوا اللعيبة بشكل سليم واللعيبة دي دي قدر تطلع لأوروبا في سنه صغار جدا جينيرسي ينفوت في 2019 تقريبا جيه واحدة من اصعب المطشات على الزمالك وكان هتطلع الزمالك من الدور التمهيدي لو نفتكر المطش ده الزمالك تقريبا كسب واحد صفر بالعافية هناك كان اتنين صفر الجينيرسي ينفوت وزمالك جاب جون وهنا فاز واحد صفر للبطولة اللي زمالك حصل فيها النهائي نعم على الاهي